اشتركوا في القناة بعد ان ودع زملائه في برشلونة واشار لان سوريز سيوقع على عقود انتقاله الاتليتكو مدريد بينما سيتم الاعلان رسميا عن الصفقة قريبا ووفقا لصحيفة موندو دوبرتيفو فان محام سوريز توصل الاتفاق مبدئي مع برشلونة على رحيل اللاعب الاتليتكو مدريد مجانا واشارت لان البارسا سيدفع جزءا من راتب سوريز في الموسم الحالي لجعل اللاعب يتقاضى نفس الاموال التي كان يحصل عليها من برشلونة في المقابل سيحصل البرسا على متغيرات بقيمة 4 ملايين يورو من اتليتكو اذا نجح الاخير في الوصول لربع نهاء دور ابطال ايروبا في نسختين المقبلتين من البطولة ووضحت ان برشلونة ينتظر معرفة قرار سوريز النهائي بشان هذا الاتفاق بالاضافة للراتب الذي ينوي اتليتكو منحه لسوريز وقالت ان لويس لديه اتفاق مع اتليتكو حول الراتب لكن الامر كان يتعلق بانتقاله مجانا ودون متغيراته لذا سيتم تحديد الراتب مجددا وفقا للسيناريو الجديد اوضحت مصادر داخل برشلونة حقيقة حسم النادي الكاتلوني لصفقة الامريكية سيرجينو ديستا ظهير اياكسا خلال المريكات الجاري وكانت قناة تي في ثلاثة زعمتنا برشلونة توصل لاتفاق مع اياكسا لضم ديستا مقابل 20 مليون يورو بجانب 5 ملايين يورو كمتغيرات اضافية ووفقا لصحيفة موندو دي بورتيفو فان مصادر داخل برشلونة نفت انباء حسم الصفقة لصالح النادي الكاتلوني مؤكدة ان المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين يذكر ان بايراني ميونيخ يعد ابرز منافسي برشلونة على حسم صفقة نجم اياكسا هذا الصيف وافسح برشلونة المجال امام ظهير الايمن الامريكي عقب اعلان رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو الى صفوف ويلفرهامتون الانجليزية اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة افضل لاعب في اوروبا عن الموسم الماضي وذكر الاتحاد على حسابه الرسمي في موقع تويتر ان قائمة المرشحين تضم البلجيكي كيفين دي بروين من منشستر سيتي روبرت ليفاندوفيسكي ومانويل نوير من بايراني ميونيخ واشار اليويفا لانه سيتم اعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دور يبطل اوروبا والمقرر عقدها في الاول من اكتوبر المقبل يذكر ان ليفاندوفيسكي ونوير حصلا مع بايراني ميونيخ على لقب دور الابطال في الموسم الماضي بينما ودع دي بروين رفقة سيتي البطولة من ربع النهائي كما اعلن اليويفا عن قائمة المرشحين لنيل جائزة افضل مدرب في اوروبا عن الموسم الماضي وكتب الاتحاد الاوروبي على موقعها الرسمي ان قائمة المرشحين تضم الالماني يورغان كلوب مدرب ليفر بول ومواطنيه هانز فليك مدرب بايراني ميونيخ ويوليان ناغلسمان مدرب لايبزيك يذكر ان فليك حصل مع بايراني ميونيخ على لقب دور الابطال في الموسم الماضي بينما توج كلوب لقب لبريمير ليج ووصل ناغلسمان مع لايبزيك الى نصف نهائي التشامبينز ليج قدم ليفر بول عرضا جديدا للاعب وسطه الهولندي جورجينو فينالدوم لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل لكن ووفقا للصحيفة ميرور فان فينالدوم رفض العرض ويخطط للرحيل مجانا عقب نهاية الموسم الحالي واوضحت ان اللاعب بات يرى مستقبله في ليفر بول موضع شك لسيما بعد وصول تياغوالكنتارا من بايراني ميونيخ وكان فينالدوم مطلوبا بقوة في برشلونة من مواطنه المدير الفني رونالد كومن الذي عمل معه مع منتخب الطواحين لكن اللاعب قرر عدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب اجتماعه بيورجين كلوب مدرب الردز يوصل توتنهام سعيه نحو تدعيم صفوفه هذا الصيف بعدما استفسر النادي لندني عن إمكانية التعاقد مع مدافع انتر ميلا سكرينيار إلى أنه على الاسبيرز دفع 55 مليون سلوني للظفر بخدمات سلوفاكية وخرج سكرينيار من حسابات أنتونيو كونتي مدرب الانتر بنهاية الموسم الماضي لعدم ملاءمته نظام ثلاثة مدافعين في الخط الخلفية وهناك محادثات بين توتنهام والانتر حاليا بشأن اللاعب لأنها لا تزال مناقشات أولية بحسب ما أوضحت صحيفة الديلي ميل وأشارك سكرينيار في 128 مباراة مع الانتر وخضى 33 مباراة دولية ومع ارتفاع ثمنه يرغب الاسبيرز في إشراك تانجوي اندومبلي في الصفقة ولا يبدو الانتر مهتما بضم اندومبلي حيث يرغب أن نيرت زوري في الحصول على المبلغ المالي كاملا لتفريط في خدمات المدافع السلوفاكية حيث يحتاج الفريق الإيطالي للأموال لمواصلة تدعيم الصفوف بعد التعاقد مع ارتورو فيدال تتواصل جهود بايران ميونيخ من أجل تجديد عقد ديفيد ألابا الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي واشتعلت أزمة بين ممثلي الدولي النمسوي والبافاري في الفترة الأخيرة نظرا لمطالبة وكيل ألابا بمنح اللاعب راتبا لا يقل عن 20 مليون يورو سنويا وهو ما رفضته الإدارة ووفقا للصحيفة سبورت بيلد فإن بايران لا يريد الاستجابة لمطالب بني زهافي وكيل اللاعب منعا للإخلال باستراتيجية النادي فيما يتعلق بصقف الرواتب وأشارت لتقديم البايران عرضا بتجديد عقد ألابا مقابل منحه راتبا يبلغ 11 مليون يورو مع تضمنه حوافز إضافية تصل إلى 6 ملايين يورو فيما يتعلق بمدة التعاقد فإن البايران بات مستعدا لمنح اللاعب عقدا مدته 5 سنوات بعدما كان يصر على التجديد له حتى 2024 ويأمل ألابا في التوصل لاتفاق بشان تجديد عقده مع البايران نظرا لرغبته في البقاء لفترة أطول داخل أسوار الأليانز أرينا يواصل مسؤول يوفينتوس السعي لحسم صفقة الإيطالي فدريكو كيازا نجم فيرونتينا خلال المريكات الجاري ووفقا لموقع كالتشو مريكاتو فإن الدعم الهجومي لليوفي لن يتوقف عند التعاقد مع ألفارو موراتة بل يعمل مسؤول سيد العجوز على حسم صفقة كيازا وأشار إلى أن اليوفي يجري اتصالات مستمرة يوميا مع وكلاء اللاعب لكن تظل الأزمة أن إدارة فيرونتينا تتمسك بالحصول على 70 مليون يورو وأوضح أنه من الصعب على أي ناد استثمار هذا الرقم في المريكات الجاري بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا لذا سيعرض اليوفي ضم كيازا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وذكر أن يوفينتوس قد يحسم صفقة كيازا في الساعة الأخيرة من المريكات الصيفية الذي يغلق في الخامس من أكتوبر المقبل عزيزي متابقنا تاربغول هل تتوقعت أجديد عقد ألابا مع بايران ميونيخ؟ شاركنا برأيك شكرا شكرا شكرا